السلام عليكم اليوم بغيت نجاوب على أربعة ديال التعليقات أحببتها على الفيديو لصحيح الامتحان جريبي وسأقول لكم علاش رسالة قصيرة وفيديو قصير سأقول لكم علاشة الربعة ديال التعليقات ومن خلال الربعة ديال التعليقات سأجاوب مجموعة من الإشكالات ومجموعة من توضيحات حول الامتحان الوطني وشنو استفدنا من هذا الامتحان الجريبي شنو كان الهداف وشفعلا ووصلنا لذلك الهداف اللي بغينا او لا لا تعليق الأول أحد التلاميذ شيماء قرناوي كتسول على طريقة التنقيد ديال الامتحان كيفاش كنديرو بالنسبة الكمبريهنشن إلا كنت الكمبريهنشن كيتصحح على 15 نقطة كما قلت وذلك 15 نقطة تقسم على الجوج وكل 8 يكون التنقيد ديال الوحدة اي كتلقاه على جحلة من النقطة دي ما شوفوها التنقيد ديال مثلا كما قلت لكم في الفيديو كيتقسم على نقطة سفرانس لديك الترو والفالس و سفرانس بالنسبة للجيستيفكاسيون إلا كان الترو والفالس صحيحة ما كنشوفوش مازال كان صحوحة للجيستيفكاسيون كان ترو والذلك فالس غالطة ما كنشوفوش للجيستيفكاسيون بالنسبة للانجوي الانجويج الانجويج أبسط خطأ كتصحح عليه كيتمشي لك النقطة كنصح الكنتينت كنصح الاجرامير كنصح الاملاء و لا فورم أعفاك طيب الأول الوصول وش ما أخصناك أنتوا سعفذوك الأفكار سنو واللوتس بالنسبة للبراغراف أعطيتكم وذلك المطلب منكم أنكم تستعفع يعني أنه تستقرؤوها بالأول العربية إلا درتي فرس مثلا ودرتي 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 الأوبيني ديالك مزيان أنت درتي باراغراف مزيانة ومختصرة ومفيدة إلا كنت بغي تدير توسع في الفكرة بمعنى بقلك الوقت وعندك الوكابولار الكافي وعندك الاسباص الكافي في الورقة ممكن أنك توسعت تزيدنا أفكار أخرى ممكن تديرنا إكزامبل كل فكرة أعطيتها كنت تعطينا الإكزامبل ديالة مثلا درتي نقطة وعطينا إكزامبل بمعنى بمعنى نقطة 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 دونك تحاول أنك توضح أي حاجة كتبتيها وتأكد أنها صحيحة كمينت نمبر ثري الفتاة الأشقر باش نصحنا نبدو نهر الامتيحان هذا سؤال اللي مزيان ولكن في نفس الوقت هو شخصي بمعنى على حسب كل شخص إلا كنت أنا مزيان في لغرامير وفي اللينجوج بمعنى الضابطة مزيان من الأحسن أنك تبدأ بها علاش لأنها هي سهلة ما فيهاج بمعنى نجيبه أفكار من هنا ولا نقرأ تكس كتقرأ السؤال كتعمر بالجواب بمعنى كتملأ الفراغات والاختيارات بمعنى حتى لا نسيت الدرس أركين الاختيارات حداك علاش مزيان أنه نبدو بالحاجة اللي كنعرفوها تقدر تبدأ بـ تقدر تبدأ بالـ تبدأ بالـ على حسن منتعشن الحاجة اللي كتضبطة علاش مزيانات الشي لأنه فاش كتتجاوب على التمرين اللي انت ضابطه مزيان وكتجاوب صحيح حتى نفسيا كيتطافع لك التقيقة في النفس نفسيا كتولي تيق فراسك وكتخدم المتيحان المرتاح وكتجاوب صحيح سيضيع لك الوقت سيضيع لك المورال سيضيع لك النقاط وتقدر ما تلحقش أنك توصل للتمرين الأخرى أنك تكمله لذلك من الأفضل نبدأ بالحاجة اللي بغينا سيناو إلا ما كنت كان بمعنى كمبريهنشن بحاللانجوج 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 عثماني بوب عثماني بوب مبين الكومنتار اللي خلوني ندير هادالفيديو راجعت بزاف ولكن ما جمش مزيان كان نقلق بزاف السياجمان هذا كيعني أننا وصلنا لهدف ديالنا من خلال الامتحان الجريبي ما هو الهدف هذا؟ هو أننا نلعبه على نقاط الضعف وكل كلمية عرف رأسه فعلا واش مراجع ولا ما مراجعش فين كين نقاط ضعف باش أنه يخدم على اليوم الوقت الحمد لله باقي لنا باقي كتر من 12 يوم بمعنى نحاولو أننا نخدمه اجتماعيات خدمتو اللغة الإنجليزية خدمتو اللغة العربية خدمتو الفلسفة خديتو فكرة عم مع الامتحانات خديتو فكرة كيفاش كيتصحوا بقاليكم دابا إلا أنكم تخدموا على نقاط الضعف ديالكم و تعودوا تكملوا في نقاط القوة ديالكم باش نرى الامتحان إن شاء الله تمشيوا مرتاحين وهذا أولي الهدف ديالنا سودات سيد وكنتمنى لكم توفيق النجاح ويكون خان شاء الله اشتركوا في القناة